شخصية حكايتنا الليلة جميلة وذات روح مريحة وفي نفس الوقت كتبان شديدة ورغم المرأة اللي يداز عليها وقساوة الماضي ديالها لليوم الحمد لله تجاوزاتو تحمس تنشركم الحكاية ديالها باش نعطيكم مثال لمرأة ما خلاتش الإهانة والكسر ديال الماضي أنه يبدلها هاد الإنسانة لنهارعيات أخذت قرار لا رجعته فيه وكانت لالوم والتي وقنته ما تمشوفين؟ وبقوم هاي باش سمعوه حكاية الليلة الجميلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك مؤنسة لكم عادتي لكم من جديد كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير وموركم هاني وأحوالكم طيبة وإذا كنت جديد على قناتنا نقول لكم مرحبا بيكم وإذا كنت من أهل الضار كيف العذرة الضار دارك فاخرين ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم باسم الله قبل لا نتعطلش أنكم تضغطوا لزر الإعجاب التحت لما تكلفكم حتى شي مجهود لأنه شكوب اللي تكثلتوا معي شي شوي ولي كتبخلوا عليا ما اخسرتوا ولو تضغطوا لتحت انتباركوا على زر وصافي بسم الله يالله لنا بدأ أنا حورية أنا إنسانة كبرة مطرع رعا وسط عائلة اللي هي محافظة حدي قرأت الإعدادي وخرج حالي عندي أخ وحيد من البومي اللي مات بحادثات سير ووليت أنا هي اللي يدلومنا دي الأب ديالي خذيت بلاس أخويا رحلنا من المدينة اللي كنا فيها ودخلت مع أبا أنني يخدم في المحل جاله واحد خالتي كانت مزوجة براجل من دولة عربية شقيقة كانت هي أولادها يأتي كل عام عندنا ويمشوا لذيك الدولة ذي الرجلها ومن بعد يرجعوا لأوروبا كانوا دائما تضربوا عصفورين بحجر واحد ولكن فشوقا واحد المشكل ما بين المغرب وذيك الدولة في تسعيناس ما بقيتش هيك تجي عندها زوج ديالولاد لزوجاتهم ولدها البكر اللي عشرصين هو مزوج مولدات شليه مرتهم ولدها الثاني زوجت لي واحد شهر وبعدها قد يتطلق داست السنوات وهي غابرة عاجتت لدينا في 2001 أول مرة سيأتي بوحدها علما أنه أخر مرة كانت شاهدتنا فيها خلتنا مازال صغار وأنا واخوتاتي كنا مازال خير في البتدائي فجأت وشاهدتنا كيف يقولينا تبارك الله كل وحدة والطولة ديالها وهالي زيانت وهالي الجبدات كل وحدة شو أعطيها مولانا فجأت تسول باش تعرف خبارنا وتعطينا خبارها وخبار أولادها شاهدتنا نحنا مزال ما تزوجو الجاس فينا حتى شيء وحدة من بعد رجعت في حالها ويمكن بدأت تتظر مع أولادها كنت شوفوا بنت خالاتكم ما شاء الله را كبروا ولو عيالات وكذا 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 ورا وصلوا لسين الزواج المهم دو كزوجو أولادها تلقوا ستجيه يترجع في 2004 وانا كنت تخدمها مع اببه في المحل دياله اللي كبروا ولا شاريكة سيأتي مع أولادها صغير وشافني عجبته ولكن ما كذبش عليكم أنا مغاديش نقول لكم عجبني مهم كان شد وقرب بغاني ولكن كان عندو مشكلة انهو ما تعرفش العربية وانا ما كوش كان عارف الفرنسي هو غادي يقول لأمو اللي هي خاتي أنا راني بغيت حرية ولكن رغم ما كتدرش بالفرنسي وغاديلقى معها المشاكين فدبانا امي ما كردش يوحدة من العائلة وكتدر بالفرنسي إذا هي بغتني الداو ضر عائلة نانيت خالي وشاف البنت واصلا كانت وصلة هي الباك وكتدر بالفرنسي غاديتفهم معاه فهذا دراسه ارجع بحاله ومشا نيشا الاخوه اللي كبر منه وقال له شوفه فلان غادي تمشي لدرخالتي فلانا بنتها حرية نيشان باكترز ما هو كان بغيني ليه حتى ترحني الاخوه ذاكش اللي كاين خوه غادي يجي وهو اللي غادي يقول لي هالكلام انا كنت انسان اللي يمتلوقها نشيطة وغير تنتحك شافني وشفسو وبقاتي يقول لي راني كان اعقل عليه كنتي مازال صغيرة علما ان الفرق ما بينتنا ساعة عشر سنة قال لي كنتي تعطني ايديك وقال لي بدأت دير بياتي طوشا قال لي ما شاء الله كبرتي والتي امرأة دي الزواج شوية قال لي احورية واشقبلي بي الزواج اقسم بالله اذا تخيل شنهار انا ني اغامشي الاروبا كنت انا هي اليد اليمنى ديالبا كنت ديما نقول اذا تزوج شنهار غادي يبقى احدا لانه دخل لي فكر ببا بلانه اللي تزوج بيه ستكون معي في الدار في الدار ببا يعني فاش الاخر قطر حادي الزواج ما جاتنيش الفكرة ان انا غادي نهائي الخريج المهم بقوة اني ما سخيتش بببا قلت لي ما غاديش نقول لي كلا ولكن ببارا ما غاديش يبغي وره هادية الفكرة ديالو قال لي اذا انت تقبلتي خليني مني الباك قلت لي وخا ولكن غادي شرط عليك حتى انا الشروط ديالي قبل ما تقولها ليه يا مرحبا اشنو كينا حورية انا مبغيكش تضربني وصافي العيشة اللي عاشتها الوليدة قدام عيني ما بغيتش نعيشها حتى انا وثاني ديال الحياة الانغير وديال الفقصة الى مع اخره لا وحنا مشي هكا كوميك تعرف يا رخالتك والخلارة خلفت الام وديك الهضرة كنت له هكا وخامش مشكلة غير هو انا راني كان عاون ابا لا لا حورية انا ما نبغيكش انك تخدمي غير قلسي في الدار حيث من غير الخدمة معاه كنت كنت كنخدم في واحد الوزين كانش 60 الفريال في 2004 يعني كانش حاجة قل يا شوفي انا غانديك شهرية ديال 60 خضيها اعطيها لامك مشي شغلي فيك المهم ما تمشيش تخدمي باش ميبقاش عقلي معك قلت لها مرحبا مشا عند بمو قاليها اراها حورية قبلاز ومشاو هدروا مع ابا واللي بحيلة قدي تصدم وسولوا واشي هي بغات قل يا اه قل يا ابا انا مكرهتش قل اس حدايا ولكن من هي بغات تمشي معاك الله يسهل عليك انا ما قديش نحبسها ولكن انا ما كانش اللي قدر يجيب بلاستسها في الدار قرا هيدا ديتها ديتلي ادراعي الثاني امو يمشي للمحكمة ديال الزواج مخصرد جمعنا وراقنا وطلبوا منه شي وراق انه يجيبهم من تماما وكل واحد مشاو في حالو بدك يهدر معي في التليفون مودة ربي سهل في دوك الوراق قلت لي يالله نمشي والمحطة شو وراق ديال الزياد راجييني من مدينتين الاصلية امي اهنا غادي تقشع امو قلت لي قلت لي قلت لي حجاب على رأسها قلت لي حرية قلت لي حرية قلت لها شوف يا امي انا ما عنديش مشكلة في الفولار غير هو يكون بغيني انا نندراع وماشي هي قلت لي وغير نعلمك بنتي قلت لها وامي واشكينو عرم المبا يكبا صعيب وخاكك مفاهمة معه وما يقدرش عيش بلابية قلت لي والمهم انا ماشي شغلي فيك انتي بغيتي منك لهم هذه خطوانة نعرفها يلا خرجنا من الدروج قلونا على الباب انتع الدار قلت لي احبسي حورية اهزلي الشانديالي العابي انا مرصي بغيتها تدير الحجاب وهنا هدرت امي ادرت لي الطن فراسي قلت لي اعفلان انا متلبش حوجي حجاب حيث ما عنديش قلت لي انا ماشي من هنا حتى نشري لي كل شيء حيث مرصي بغيتها تستراتها وما يبقى حاطة على الناس فعلا ماشينا جبنا ذلك الشيء من بعد بطمان المدينة تقدر لي الحجاب الشيلانسرا والتونيكات اللي كانوا طوال المهم كثاني ما نرس حتى الساس قلنا العقد قلنا العرس فاني كنت عندي بطمان المشي تقرب منها يعني أنها تبعد بالصحة لم يكن قد تبعد لها وفي تلك العرس لدينا انت امي وفي ناسا قادمة أمي ومعارض محيطة عندما اخبت لانك يتحملي ونتعذبه لانك يتجيل عندي تليهنك الله هاولد الناس انا اصلا ما نخليك اشتقرب لي في دارنا المهم لها قدرناه في شهر سعود وطلعت لانده الاوروبا في شهر 12 ولكن قبل جا عندي المغرب وبلامو قسمان بالله إذا هذا هو الرجل تخيري ما بين الرجال معمو تيكون ضعيف وما كيناش عنده الشخصية ولاني بوحده كتقدري انك تعيشي مع الحياة جال عندي خرجنا ضحكنا اعطاني الفلوس وشعلي التليفون وجاب لي مونتو مزير يعني شو واحد بغي كتري فولار ما غديش يجيب لك حواج لهم مقذبين طلب مني انا نمشي نتصور عند المصور وبلاح يجاب عرص بلا انه استيد امو لي حكمه وطحت في عائلة اللي صعبة عليها امو وما شغلية بوحده قاع اخواتاتو اذا قالوا لي هره هره هو الكبير كيف تيقولوا في القرقاء عخاوي جدني الوتيل وانا نفكر شنو قال لي نهار العرس بدك يطلبني قلت له لا قلت المطار هنا احدانا جاءت الفيزا ومشيت لعنده تتعرض ليه في المطار سوف يجي عندي غير بوحده سلام السلام ودني اللوتيل انا ما كنش عارفة حتى تسولته واشدر خاتي مني هنا لا ضرمي بعيدة علينا واني غدا يمقوا فيها هذا اللوتيل اليوم حتى الغضاء وديكسان في اخونا نمشول عندهم انا اعلانيتي وعليش ممشوش نشان عند خاتي لا بغيت ناخد وقتنا بزوج واخا تهدى بلان مشينا للوتيل موقع والو لانه لا يمكنك اكملوا من عقلكم اغير لدينا امه قسمان بالله وانتحاسب عليها اذا جديد خصوصا عروسة جاية غريبة في بلادات الناس تحمر روجك وكدري شيد خلاها وعلى الاقل غير شي طياب قسمان بالله وربي حاسبني على هذا الهضراء ماشي مشكل وعندي عادي وصلت لقيت الروينا في الطارج حيث كيف قلت لكم من الاول احنا زوجي العريسات جايين من المغرب انا وابنت خليل سبقتني بسيمانة دخلت وسلمت عليهم كاملين خالتي كديرا لابس ودخلت معي نيشان في الموضوع شو كون مشا معك نيشان المطار امي وابا وخالتي وكده 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 هالشي كل وجه معك المطار هش بغيتي تكون يقاع قلت لها ايه وراني على نيتي كان عاوديك بحالة عاوض المي راني ما قديش على افراقهم ورونتي يبكيوا اويلي علىتي يبكيوا ملك جاية حربي ركتو يلدارك وديري اولادك وبدأت تغوت اشهاد العجيب قلت لها راسي لقوايح ورياس الدبي في امك قلت لي تلعيشوا في بيتك بيتيت خيلو كانت فيه درتي اللولا ذيك اللي دوز معها عشر سنين نفس الناموسية اللي دوز معها فيها هي اللي بقى مازال شفتوا سقطت أختكم عندها البنية هانية السيدة بغت تبدأ تحكم ابنتها تبارك الله كبارت انا ذاك في الفين وخمسة فاشمشيت روصلون الربعينات وهنا غادي تبدأ البداية ديال الحرب خاص تديري الحجاب في الدار قلت لها خالتي نهار جيتي عندنا الدار ملقيتني بحجاب ديالي لقيتني مطلقة في حواجي انا رأني اتفقت مع فلان على الحجاب على بره ومشي وسط الدار وزيدون ما كانش البراني وش ندير عليك الحجاب وخوه راشفني بلافولورم متبرجة اشماسر بغي يشوف فيها انا الثاني سليط تنرد الهضراء ومن هنا تبدأ المناوشات خالتي بدأت تسوي الولدها كل مرة وش وقعت ما بيناتكم شي حاجة ما عرف شو كان يقول لها هو ذاك بنت خالي اعزاكم الله انا اعلانيتي كنت كنت كنفرش لها معهم الورد ويكنت كتفرش لي الشوك باش انا ننطح فيه ذاك السلسة بنت خالي كنت تديريهم خباري ولكني ما تبغيش خباري يوصل لهم جات عندي سولاتني اه مضرة حورية انا هذا الموضوع عندي عادي اليوم غضاء وقت مرش قاتلنا هذا الموضوع دي انه يخصنا غير احنا قلت لها اعلانيتي را فلوطي ما كينوالو حيت خلعت ودبراني ماشي نقية را ما كينوالو عيام شت وصلت العقوزي وبقى كل شي تابعني انظره انظره حتى النهار كتاب وهنا في نعرفت باللي انه مقرية ممتوب لقيتم علما موشي تفاصيل غير دي اللي العيالات المهم من بعد بس نفرسي وبدأ عليها وتربية خالتي وكذا 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 شوفوا شنو كانت تقول لي خالتي عليا والله اعلم اعلانيتي قلت لي سير ورى امك قال لي يا سير انتيا يعني السيد بغاء انه مو تشوف باش تأكد المهم ناضي مشال خدمته ومشيت عندها الجردة قلت لها خالتي سباح الخير راني خليت لك واحد الامنة فق الفراج حتى تمشي لها قلت لي هذا سير يعطي لامك هي اللي تعارفك ماشيانا بحيل عطتني بطرشا فبلاس ما تقول لي مبروك عليك بنتي دارت فيها اعلانيتي قلت لبنت خالي مع عندها البسينتة عش حال هذا قلت لها عفك راني بغيتنا هضر مع امي باش نقول ليها راقد الله الخارات فعلا عيتنا الامي مشت مسكين السيبير وزيدك الامانة ووريتها لها وقلت لي راني تيقافيك وعارفة واشو مربيا غادي نعاود لي راني اعطته لخالتي وهي قلت لي باش نعطيها لي قلت لي الله حورية بنتي رغم معنات لك الهضر بديك الطريقة المهم هي هاديك صافي رجلي فرحان بيا وفرحان بيا وبدأت متولف معاه ولكن غا يبدأ المشاكل تعخص تقدير الحجاب في الدار ولا ما تعتبيش لاكور المهم كانت واحدة الروينة وكنا عايشين بنا عشرة ديال نفوس في الدار بحلف شي دوار في المغرب ماش يزعمه في اوروبا تقولوا راشي حاجة لا حتى الناس متع الدوار تبارك الله تطوره وتقدمه وهذي ما زال عقلها قديمه جاهل عايشة انا وراجلها وبنتها زوج لي كانوا مزوجينش ولوسي ومرتو وانا معا راجلي واخته هجالة اللي كتجي كل جمعة برشان نادوز معنا الويكاند وتعود جي نهار ثلاث برشان الصباح لارباع لي انه هو في ذاك البلاسة ماتيقاوش الدراري ولادها حتى الليل المهم كانت الروينة في ذاك الدار الحرب ديالله ندوشين ناضس في ذاك الدار ما كين غير العصا ولا تقدر بني خالتي العصا اللي كليت حندها ما كليتها كان ضربني خالتي وضربني راجلي وضربني حتى اخوه ترشني اخوه واحد النهار قال لي كنتو ماما للخير طبيب ديالعينين ضربتني اختو اللي حتى هي الله يخليكم طبيبة الغادي والبادي كي ضربني من غير واحد زوج اخواتاتو ذاك الهجالة كانت يلا بغت تحطي على يديها ونوطها معها المهم هاد خالتي مشات لديك الدولة العربية وقاتليها يلا معايا ولكن ربي تيدي تاوي ديالخير قتليها صافي غير بلاش ومشات ستطلع لي الدورة ديالي وعيدت على اختو اللي مضربتني سنسميها احنا عبلة جاس عندي وقاتليها ارى الدورة ما جاتنيش عبلة قتليها قال لي والله والله ولكن انا ما عرفش قتليها عافك ما تقولي والون فلان ارى عشر سنين وهو مزوج ومعطاش الله باش حتى اذا كان الشي بالصح اهاني اقولوها ليه واذا ما كانش بالصح ما يفرحش على والو واخا وقاتليها ديري ريحت الصباح حدا بيقدر ما يعطيكش نتيجة ليه صحيحة واخا ولكن درتكش اللي قال ليه عقلي ما قدرش نتيجة للصباح درته مال عاصر قلت له اذا صدق راني حاملة اذا لا اجب لي واحد اخر المهم قضيت الغرض انا ما اعرفش القرارة الفرنسي غير كنشوف تصور ماذا يقولو زوج شرطات كروه خضره وحضاره كروه حمره غير درته وصبرت عليه خمسة ديال دقيقاء كان طلع ليه كالقافيه زوج جير شرطات تنقول له يمكن رخصه ينشف خليته بقيت قاس احداه كثير من ساعة ولكن حتى عجمت بثلاث غضي نعيت لعبله اجي البيت جتك تجري قلت لها تشوفي را ما قدرتش نصبر شوفي ما نعطاني بقيت تعنق فيه وتبوس وتبكي قلت لي عافكة حرية ما تقوليش الفلان حتى نزيد انت اكدو حيجي شهد تست رمشي مئة بالمئة خلينا نديروا تحاليل ديال الدم لكتكون فيهم نتيجة صحيحة ده بخلينا صباح ندك بالاخبار حتى شي واحد قلت لي شهد دورة و قلت انتازد و شوف قلت لي و قلت لي حورية يارب يعطني معك الولاد باش لحب ديال يزيد يكبر معك قلت لي ممتقناش تلغضة و لنيرا غير مقدرتش نصبردك شباش درت ودابة قلت ينقز غير ثقاف و ما وصلش ليه قلت تنقاسي هزني و يضربية في البيت و ايش بالصحراء كي حاملة قلت لي غطان تأكدو قلت لي معليش انا تايق بك بلي انا كي حاملة قلت لي عارف قلت فعلا التحاليل و تأكدت بلي انا بصح حاملة قلت لي مكينش و عروسها الاخرى اللي هي بنت خالي حتى هي حاملة و ما كانش بغت تخرج السر دياله حتى سمعت فاش قلت ليهم بلي انا حاملة عاد خرجاتك تقول لهم ارا حتى انا اعطوا ليها بناتها و اما راكنيناتك حاملة تبزوج الاخرات ممارة كتوجدش من الدير و كان انا ذاك العيل كبير دوزنا بخير ضحكنا و مشطنا و ما كان يقول لي يديري ولا فعلي عادي بحلاكي نوس طاري و رجلي هو الرجل اللي التمنعي المهم بقيت متبع عن الطبيب و اختيك تعطيني دوزي في هذا و شري هذا و ديري هذا التحليل قلت ثلاث شهور اها عكوسي جاءت مع كنستوولات تخيلوا غرجات شهلات على اللحم ديالعيد على شكلنا لها الحولي انا تنجوب قلت لي هوا خالتي انت بفهم تقول لي نرى ولادك ما تياكلوش الماكلة البيتة واللي كلاو في الغضراء ما تياكلوش في الليل ما تياكلوش في الغضراء في الغضراء اولادك اللي يكلاوش ماذا تبني انا نحاول عليه بقيت كنت تجاوب معاها و الاخرى بنت الحرام من فعيلها ساكتها غيرك تحرشنوك ترجع للور و من هنا بادات او لا و عالينات الحرب مشا تقول تتردع لي الهضراء و يشدك و يدكدك و انت يا فعله تركه انا اتجي راجلي تقول لي رخالتي قاتلي و قاتلي ما كتبش عليكم تقول غادي تمشي توصل لي كل شي بالمقلوب ما انا اتجي راجلي و كنت قلت قلت قليلا و قاتلي رمى عرفة و بحلبك غير صبري رافيها غير ذلك النوضة و قاتلي رأي حزوين و قلتلي تقول لي بغزوين انا ما انا قدرش عليه بوعر صعيب و لايجي احتل هذه الدرجة خصوصة بمعي على المكلة و انا عيشون في الجوء و انا سيدنا انا اثناء في الثلاث شهور و انا اتجي تلقى الحالي و لتأكله في عشره ديانبوش خلصاتي أمريك وهناك اشتركوا فيها. ونحن مباشرة تصبح مباشرة على البيت. لقد قمت بإطلاقوا لكم جديد. ونحن نعطي لكم الجديد. ونحن نعطيه للتجاج. صافي. ستنطل العصة. سوف نحرر عبر الجديد. سوف نحرر عبر جدك. ونحن نحرر عبر الجديد. سوف يضرب من الوقت من ثلاث شهور. سوف ينضع كرشي. وعطني أخواني أطرشة. سوف نقول هذا مجعوف على الولاد. و انا ثلاث شهور يلا بدأت نفخليها كرشة اللي كاتبالية غير انا خوه طبيب طرشني عودتها ليه جا تخطو عبلة بدأت تقول لي هلا وش بغيت تقتل ذاكش اللي في كرشة و كاتنقز الاخرين يتفرجوا فيه و يضحكوا ايوهنا حرب لاندوشين بدأت مبيناتنا ديلي الحجاب لبس العريض و انا حلفت لبس الحجاب ولا عريض فسط الدار او ليش هاد لبال و انا جيت هكا و تصفقنا على هكا انا محصر مراسي و لابسة بيجامتي اللي هي طويلة و جيت تحكموا فيها ايوه على الحساب كل واحد و يشد داره و بوحده وشي ما يحكم في شي انا بغلل بس بحلاكة كل واحد يدي الشي حل راسه و لا دخلتي كتدخلي ديا فمي و كالجببلي فمي نعييما نعود لكم شوداز عليا فدك 19 شهور من حرب و بنت خالي بنت المغرب اللي كنت نطاكي عليها و كان رجلا كيبغي كيبغي كيبع فيها بونيات و نمد ليه كرشي باش انا اللي نحميها لم يكن كتاك العقل عليها باختصار تحاربنا كليت لعصحت الواحد النار سيحمسني في البيت و قالت لي امو اذا لقيتك في الكلورة حورية اخرش من المرحضة اعزاكم الله و جات عيني في عينك انخليلي كيبغي يعني نقضي قل حوائش ديولي في بيتي و مخصص هاش لقني في الكلور كاندور شو كندير فش كان بغيين نمشي للمرحض كان حدودني على الباب و كانت صنط و اش طالع لي شحد مع الدروش اذا لا كنمشي دو 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 كنجري المرحض والخلع شداني و اذا بغيت نخرج عوثاني و ادنيرا ملصقة مع الباب و الشحد طالع مع الدروش باش اذا ما جي حتى شحد عوثاني نخرج نهرب غدي حبتوني حتى غديت نفخلي يا البيبي فكرشي كيجيبوا لي المكلة ركت معي الدق الدق غير كنقول دخل ما كنجوب حتى شحد و كالقاهم حاشاكم حاطة لي البلاطو في الشيطة ديال المكلة في الارض باش هما تعشاوا ولا باش هما تغداو واحدة حاملة عاطينا خبز قد ربعة ديال سبعان مجموعين و نص كتاس ديال اتاي و الشيطة ديال المكلة اذا شي حضر في الشيب طاطا ولا شي خضرها فيها الصبع هاد الشيلي كانوا تيجيبوا ليه اما الدسير ما تيوصلنيش و اخار اني عارفة هم كي تغداوه اما دانون ديما تيوصلني محلول واش لعبو فيه واش بزقو فيه الله اعلم المهم كل شي كي وصلني حالته و بقيت قلسة في بيتي و عندي واحد كتاب تنكتب فيه قاعش و توقع ليه دفتر كله اسرار اللي نهار قرأت اختي بكات و بقات كتتسولني وشهد شي كله يدعيز عليك انا ذاك بالحر انتع العذاب كان في خغلك نكتب بالتاريخ وبالساعة وبالتفاصيل اهي يدجاج عندها في الجردة ممنوع اني انا كل بغد يالو حتاكي خناز واحد الماجعة تلوح قدامك في الزبال اعزاكم الله وتحلف ما تعطيك انك يدوقيه قدامك في الشفارة بالليل و مغامرة يا ربحة يا دبحة ولكن رتيقتني الجوع و انا حاملة كان حلت اللاجة غير بشوية اذا رقيت لي البنت كان شربه الليل رقيت قدامي كان نخشي فكر شي غير باش انني نعتق و نحل بشوية الفران و نسرق طريف ديال الخبز و نحوض نطلع كنجري راجلي خدام في الشخير كعب في هذا العالم اصلا ما يقدرش يهضر و ما يقدرش يقول بلي انا واد شعيب لي كديروا البنت الناس ضربت طم وساكت و اذا قالوا لي هرارة شاشة قدرت سبع شهور و اتفق علي خالتي و راجلي انها تحبطني المغرب باش تحييلي الوراق قلت لي غادي خصنا نحبطوها المغرب باش يتهرس لها الراس حيث انا ما كنش كندير معهم موالو حيث هم محبسيني و راجلي غيرت يطلعي نعس اما نهارو كيدوز معهم لتحت واكل شهر باخر مخصوطتها خير جاءت عندي هذا بنت خالي بنت الحرم من فعيلها و قلت لي وش بساح غادي تمشي للمغرب و قلت لي اذا فرفضت للمغرب و اذا فرفضت للمغرب لا تمشي حتي للمغرب و اذا فرفضت اكثر و استخدتها لك انا اصلا 6 شهور لسا 4 شهور انا و ازيد الحمله و اولدي عدة عامين لان يمكن نشيو الكبير لقلت لي انا نقول لك ما تمشيش ولا انني ضبر الرأسك اردي البال و اغير ما استعطيع ان يحصل لوراقك تقدرين أن ترى المدة كلها تكتصف في الدنيا يبقى عليها وغيري الله ما يلا وعرف كيف يجلني المهم هو راسي فرحانة سوف نرى فقم المنورد ومشينا مرحلة المشوخة سوف نتوقع الحكاية مازال طويلة ماذا يوقع الحرية ماذا سوف يدل رجلها لكي يتلل هذه الحكاية نجد الآخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام